اهلا بيكم في حلقة جديدة متعلم ال اكسل من السفر. انا محمد العسال ودي تلت حلقة في تعلم ال اكسل من السفر. وهنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الدالة او المعادلة بتاعة لانها من المعادلات المهمة جدا فالنهاردة هنتكلم عليها. ما تسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك عشان خطر يجي لكم كل الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله عشان نتعلم مع بعض اكسل زي ما احنا عايزين. يالله بينا نشوف الدرس بيول ايه? يالله بينا. اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من اتعلم اكسل من السفر. شفنا المرة فقط ازاي لو انا عايز اجمع عمود زي عمود القيمة ده ممكن اجمعها بمعادلة طبعا بس عندنا دلوقتي مشكلة ان هو لما جمع لي العمود ده كله انا هنا عايز اجمع الفاتورة بس. مش عايز اجمع مرتجع ولا خصم ولا الكلام من دوت. انا عايز اجمع بناء على الفاتورة فقط لغير. طبعا اعملها ازاي في معادلة لطيفة جدا وهي معادلة لحس كده المعادلة دي بنكتب معادلة اسمها طيب في معادلتين هنا في واحدة اسمها وفيه اللي بالاس دي. انا بفضل ان احنا دايما نستادم لان بتشتغل على شرط او اكتر من شرط اما بتشتغل على شرط واحد فاحنا كده كده سواء لو شرط او اكتر من شرط يبقى يستحسن ان احنا نستغل على ايه? على دايما هي اللي هتساعدنا. طيب فيها ايه? فيها حاجة اسمها La 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 في العمود ده. هيجمع بناء على انهي بيان في العمود دوت. احنا نقول له بناء على الفاتورة. فهنيجي نبص كده ان انا فيه طريقتين ممكن اكتب بيهم. يما ان انا ادوس على الخانة. رقم الخانة كده. اللي هاتش تلاتاشر. تمام? او اي رقم خانة تانية مسلا اللي هي دي. دوست على رقم الخانة. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا عامل ايه? ان انا ممكن اكتب الحاجة دي. اكتبها ازاي? بفتح كده. جميل? واروح كتب الاسم نفسه. اسم الحاجة نفسها. اكتب فتورة. لازم تكون بالزبط زي ما هي مكتوبة فوق. تمام? بس وراح اقفل القوس. كده هو هيروح جمالي بناء على الفواتير. طيب ليه انا ممكن اكتب الحاجة? بكتب الحاجة ليه لان انا ممكن لو اخترت رقم الخلية او رقم الخانة دي. يحصل ايه? يحصل ان انا ممكن البيان ده اسمه يتغير. فبناء عليه بعد كده مش هيجمع. طيب الحتة دي برضو ليها مشكلة تانية. ان انا لازم البيان يكون داخل هنا يكون الحروف اللي فيه او يعني الاملة بتاعته بالزبط زي الاملة اللي موجودة في الايه? في الخلية بتاعتي. طيب دي كده معادلة سام ابس وممكن ان انا زود عليها شروط تانية. بزود عليها شروط تانية ازاي? بفتح المعادلة عادي جدا. وباجي هنا كده بعد الكريتيريا بتاعتي ولو دست شرطة كده. ممكن بيقول لي انت عايز عايز رينج تاني او عايز تختار تانية او حاجة تانية تجمع بيها ممكن اقول له اه انا عايز اجمع كمان بالمنطقة. راح جاي كده مصرش على المسك المنطقة كلها كده ونازل لحد هنا. جده ده بتاعي الجديد اهو. وراح عامل فصلة كمان. وقول له بص انا عايزك تجمع لي المرة دي بمين? بسا بالايه بالقاهرة بس. احنا كتبين القاهرة. كتبين القاهرة. بس. وعفتحين برضو وقفلين وقفلين كوس. كمام? اهو كده كده سايب القوس. وراح دايس انتر. كده هيجمع لي برضو ايه? الفواتير بناء على القاهرة فقط لا غير. مش اكتر. يعني هيمسك الفواتير بتاع القاهرة بس. ونلاحظ ان احنا عندنا ايه الفاتورة القاهرة ايه? واحدة بس اللي هي فين? اللي هي هنا باربعة تلاف جنيه بتاعت اشرف محمود. تمام? دي كده الطريقة ان انا باجمع بها. هتمنى للدرس النهاردة يكون كان مفيد بالنسبة لكم وقدرتوا انتم تلموا موضوع بشكل حلو. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على موضوع وان احنا ازاي نعد بشكل كويس وبشكل من غير ما يكون فيه اي تكرار. ما تنسوش السبسكرايب عشان نجيلكو كل فيديوهاتي كل يوم سبت وكل يوم تلاتة الساعة تمانية بتوقيت القاهرة. ان شاء الله.